الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ العالم بأكمله باتفاقية وشراكة موجهة بشكل مباشر ضد الدول عظمى وكبرى ومنها طبعا بشكل مباشر الصين ولكن في نفس الوقت هي تؤثر بشكل غير مباشر على العراق وبتأثير خطير وكذلك إيران جزء من هذه المعادلة إذا ما جئنا إلى تفاصيل هذه الاتفاقية باختصار اللي صار أن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت شراكة واتفاقية دفاعية بحرية على مستوى المحيط الهندي والمحيط الهادي مع بريطانيا ومع أوستريليا من أجل مواجهة الصين والضغط على الصين بشكل مباشر على أساس هذه الاتفاقية تسعة غواصات تعمل بالوقود النووي ستستلمها طبعا أوستريليا بحسب هذه الاتفاقية وهذه طبعا تأتي بدلا من الزوارق اللي تمتلكها أستريليا والقوارب اللي هي تعمل في الديزل وبالتالي هذه الغواصات تعطي فرصة وقوة هجومية على الصين وهذا الذي أزعج الصين كثيرا وجعل الصين وصحف الصين تتحدث أنه إذا قامت حربا نووية فإن أستريليا ستكون هدفا نوويا وستضرب بالقنبلة النووية بشكل مباشر بسبب هذه الحركة اللي سوها لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي في الصفوف الخلفية وأستريليا أصبحت رأس الحرب في هذه المواجهة مع الصين قضيات هذه الغواصات لم تزعج فقط الصين وإنما هي أيضا أزعج الطرف آخر ومهم وهذا الطرف الآخر هي طبعا فرنسا كون أن هناك اتفاقية من أستريليا من أجل الحصول على الغواصات من قبل فرنسا باتفاقية توصل قيمتها إلى 31 مليار دولار اللي صار بعد إعلان هذه الاتفاقية الثلاثية المشتركة الدفاعية طبعا الأستراليين قاموا بالانسحاب وقاموا بالتنصر من هذه الاتفاقية وإلغاء هذه الاتفاقية بالتمام والكمال وهذا الذي أزعج فرنسا وجعل فرنسا تطلب من سفيرها من أستريليا أن يأتي وأن يحضر إلى فرنسا كذلك سفيرها من الولايات المتحدة الأمريكية أن يأتي واعتبروا وهذا الأمر هو كل عبارة عن طعنة في الظهر صارت بعد هذا الاتفاق وهنا المشكلة الكبيرة بالنسبة لنا أن الفرنسيين الآن والولايات المتحدة الأمريكية بيناتهم هناك الشرخ تم خلقه في فترة الرئيسة الأمريكية السابق دونالد ترامب والآن تعمق مع هذه الإجراءات مع الرئيسة الأمريكية الحالي جو بايدن والمشكلة الأساسية أيضا ما شهدناها من تصريحات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في قمة بغداد والذي صرح بشكل واضح إحنا بالنسبة أن باقين في الداخل العراقي ولن يتغير موقفنا حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تنسحب تبقى أو تنسحب إحنا باقين وهذا يوضح أن هناك انفصالا واضحا في طبيعة الاستراتيجيات بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الشرق الأوسط لذلك الخوف هنا من عملية فك ارتباط استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على الرغم أن الارتباط الاستراتيجي بين البلدين هي مبنية منذ فترات ومن الصعب جدا تخيل هذا الأمر أن يحدث لأن الارتباط الاستراتيجي هو منذ الحرب العالمية الثانية ولكن في ظل هذه الظروف واستمرار هذه الظروف تصعب موقف فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن كل هذا اللي صار الآن من هذه الإجراءات وضعت حلف الناتو تحت الخطر بل بالأحرى أنه عمليا بحسب خبراء حلف الناتو الآن انهار بشكل عملي لأن هذا الأمر وهذا اللي صار رح يخلي الفرنسيين والأوروبيين أن يشكلوا تحالفات جديدة تحالفات مختلفة وبالتالي الناتو عمليا مات الآن نستطيع القول بهذه الطريقة على هذا الأساس الفرنسيين الآن المشكلة بالنسبة للعراق قدموا في قضية قمة بغداد على أساس أنهما الراعي الإقليمي الرسمي بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية وصارت اتفاقية توتل وسقف التوقعات عالي مع الفرنسيين وكذلك أن حلف الناتو أيضا العراق معتمد عليه في مواجهة الإرهاب في تدريب القوات الأمنية العراقية الآن تغير وضعه بتحالفات أوروبية جديدة يضع العراق في موقف صعب جدا مع تصعيد هجمات تنظيم داعش الإرهابي مع انسحاب القوات القتالية الأمريكية التي تبدو حتمية حتى ونها ستكون كاملة قد تكون في الفترات القادمة لذلك هناك مشكلة على هذا المستوى مشكلة مع الفرنسيين أنهم تحت الضغط الآن والعراقيين معاولين عليه كثيرا وكذلك الضغط على الصينيين الآن يضعنا أيضا في موقف صعب لأن هناك اتفاقية والاتفاقية الصينية مع الصين مهمة جدا بين العراق والصين هناك تعويل أنها ستأتي بنتيجة كذلك أصبحت تحت الضغط لذلك هذه التحركات وهذا التحالف يضع الصين ويضع فرنسا في مشكلة كبيرة وبالتالي تأثير واضح على العراق مع وضعية حلف الناتو وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر أيضا هو موجه بشكل مباشر وقد يكون بشكل أكبر على إيران لماذا؟ لأن القضية نفس القضية تقريبا فرنسا هي أكثر دولة تستمع لها إيران على مستوى قضية الاتفاقية النووية معاولين كثيرا للإيرانيين على طبيعة الوساطة الفرنسية في هذا الأمر والعودة إلى الاتفاقية النووية ونقل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر لا يبشر بخير بالنسبة لإيران على المستوى الفرنسي وطبيعة حقيقة الضغط الذي بدأت تتعرض إليه فرنسا كذلك على المستوى الصيني والاتفاقية الهائلة التي وقعوها مع الصينيين الآن الصين بدأ يخلق حقيقة ضغط عليها كما تحدثنا وبالتالي الصين مع الاتفاقية التي وقعت لسنين طويلة تصل إلى 25 سنة إذا لم أكثر مع الإيرانيين والإيرانيين معاولين أن مثل هذه الاتفاقيات ستعطي حقيقة فرصة كبيرة للإيرانيين للخلاص من الضغوط الأمريكية على مستوى عالي في المستقبل بتوجهها إلى الشرق إلى الصين وإلى أستريلا فمع أخذ هذين العاملين حقيقة بين الصين وبين فرنسا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع وجود داعش خرسان وتصاعدة وإبراهيم رئيسي وضع بشكل واضح تصريحات بنقاشاته مع تاجكستان حول هذا الموضوع بأن هناك قلقا إيرانيا وكذلك عدم رغبة إيرانية وأنهم سيسعون بأنه لن تكون هذه الجهة جهة الشرقية الحدود الشرقية لإيران مع أفغانستان 900 كيلومتر أن يكون داعش خرسان يشكل بها خطر على الداخل طبعا الإيراني مع أيضا وضع حسابات بأن حركة طالبان حتى هذه اللحظة على شكل صداقة وعلى شكل تحالف مع إيران لا نعلم ما الذي ممكن أن يحدث فالظروف الآن الضغوط الموجودة على الحدود مع الاقتصادية مع الصين مع فرنسا توضح أنه على إيران الآن أن لا تتأنى وأن لا تنتظروا عليها العودة للمفاوضات النووية وإلا فات الأوان القضية والمشكلة هنا أن إسرائيل شمت رائحة الضعف في هذا الموضوع وبدأت بزيادة الهجمات والضغط على المستوى الإيراني من أجل وضع ضغط أكبر على الإيراني في قضية الاتفاقية النووية اليوم إذا ما لاحظنا صارت عملية هجوم في غرب الأحواز على أنبوب للغاز في الداخل الإيراني واضحة البصمات الإسرائيلية في هذا الموضوع وقتل إثنان في هذه العملية وهذا واضح بأن هناك بداية لعملية التفجيرات خاصة وأن هذا التفجير هو يأتي بعد أسبوعين ونصف تقريبا من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت في قبة البيت الأبيض وبالتالي هنا نحن أمام بداية للإنفجارات كذلك أنه يوم أمس كشفوا قضية متعلقة في الداخل الإيراني وواضح أن فيها رسالة كبيرة جدا مواجهة إلى إيران كشفتها طبعا النيويورك تايمز توقيت كشفها مثير للغاية هذه القضية طبعا بعد التحقيقات قامت بها النيويورك تايمز مع عدد من المسؤولين الاستخبارين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ومن الموساد الإسرائيلي وكذلك من الاستخبارات الإيرانية وكشفت عنها يوم أمس بعد كل الإجراءات اللي صارت وهذا التحالف يضعنا حقيقة في موقف خطير عن عملية صارت قبل تسعة أشهر ضد هذا العالم الإيراني الكبير محسن فخر زاد في الداخل الإيراني بالعملية التي قادها الموساد الإسرائيلي ما هي هذه العملية؟ طبعا هذه العملية والتفاصيل اللي كشفوها الآن الجديدة التي لا يعرف عنها الكثيرون هي حقيقة من السفرة اللي سواها طبعا كان هو في رحلة واضحة جدا على رستا كلان بالنسبة لمحسن فخر زادة لهذا الرتل الذي كان يتحرك بهذا الشكل على مستوى ثلاثة إلى أربعة سيارات كان هو موجود في سيارة مصفحة وكان حقيقة متوجهة إلى هذه النقطة تحديدا التي تقع هي إلى شرق طهران على مسافة 55 كيلومتر قبل أن يصل إلى النقطة اللي هو رايد يوصلها بعد القيام بيوترن سنشرحها لكم صارت عملية الاختيال إذا ما ردنا ندخل في التفاصيل بشكل أكبر حتى نعرف شنو هذا اللي كشفوه من هذا الموضوع سنلاحظ الآتي هذه العملية طبعا واللي انكشف من العملية اختيال محسن فخر زادة أنه تم استخدام سيارة نيسان بيك أب زرقاء اللون وتم استخدام روبوت قاتل في عملية اختيال محسن فخر زادة لم يكن هناك شخصا موجودا في هذه السيارة طبعا كان روبوتا يقود هذه العمليات باستخدام مدفع رشاش ماشينغون اللي هي FNMAG البلجيكية التي طبعا تطلق 600 طلقة في الدقيقة الواحدة وهذه طبعا تصل مع الروبوت مع الملحقات اللي مرتبطة بها اللي موجودة في السيارة يصل وزنها إلى طن كامل تقريبا تم تهريب كل هذه الأمور وهذا السلاح وحقيقة الروبوت كقطع صغيرة جدا إلى داخل إيران وبعدها تم تجميعها بما يتناسب مع هذه البيك أب حقيقة السيارة البيك أب وكذلك الروبوت كان مرتبطا بالأقمار الصناعية بشكل مباشر هذا الروبوت وبالتالي كانوا يقودون كل الأمور بالأقمار الصناعية وعندما كان الرتل لمحسن فخر زادة هذا العالم الإيراني يتحرك بهذا الاتجاه كانت هناك سيارة موجودة في هذه النقطة هي التي أعطت إشارة إلى البيك أب الزرقاء التي كانت موجودة في هذه النقطة وتنتظر وقت التنفيذ في ساعة الثالثة والنصف في توقيت طبعا إيران مساء وبالتالي سوت هذا الرتل اليوترن جدت الإشارة إلى هذه حقيقة البيك أب الزرقاء وإلى الروبوت وعندما وصلت إلى هذه النقطة تم الإعاز من القمر الصناعي إلى الماشينغان وتمت مباشرة إطلاق الإطلاقات على محسن فخر زادة بـ 15 إطلاق قتل العالم الإيراني الكبير محسن فخر زادة طبعا مباشرة أرسلت الصور إلى الأقمار الصناعية من قبل الروبوت وبعدها انفجرت هذه السيارة وأخفيت كل الأدلة والشخص الذي كان حقيقة كانت هذه السيارة باسمه هو غادر بعد يوما من هذه العملية وبالتالي واضح جدا الإسرائيليين داريدون يقولون بأننا نستطيع أن نقوم بالعملية للريدها عبر الأقمار الصناعية ضدكم يا إيرانيين وبالتالي كل شيء توقعوا في الفترة القادمة هذا هو الهدف الواضح الذي نشهده وكذلك المثير بأن قائد السلاح البحرية الإسرائيلية أيضا مؤخرا هو حقيقة استقال مؤخرا قال بأنه تم تكثيف الجهود الإسرائيلية وقوات الإسرائيلية البحرية على مستوى البحر الأحمر من أجل زيادة الضغط على الإيرانيين وحقيقة محاولة إرسال رسالة أخرى حول الناقلات النفطية الإيرانية بأنه إذا حاولت تنقلون إلى لبنان وإلى سوريا فمصيركم واضح جدا في هذا الموضوع